اختتم وكيل حضر موت المساعد لشؤون الشباب فهم باضاوي ورشة عمل لمأموري الضبط القضائي والسلطة المحلية واللجانة المجتمعية حول مهرات حل النزاع وخلال اجتماع الورشة بعث الوكيل باضاوي بتهنئة للقيادة السياسية ولكل الشعب اليمني بمناسبة يوم الجلاء الثلاثين من نوفمبر وخلال اختتام الورشة بعث الوكيل باضاوي بتهنئة للقيادة السياسية ولكل الشعب اليمني بمناسبة يوم الجلاء الثلاثين من نوفمبر مشددا على اهمية حل النزاعات قبل استفحالها من جانبه ثمن محمود قياح مدير مؤسسات فريدرش ايبرت جهود اللجنة الوطنية للمرأة للإعداد والتحضير لتنفيذ الورشة التي استهدفت ضباط الامن وعقال الحارات واوكلاء النيابة والسلطة المحلية عبر مكاتبها التنفيذية ومن جهتها عبرت رئيسة اللجنة فائزة بامطرف عن شكرها للوكيل باضاوي والجهات المشاركة والداعمة والالتزام الجيد من المشاركين والمشاركات اشتركوا في القناة